على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومولاه أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جيتكم فيديو جديد نتكلم فيها على كيفية تسجيل في منصة مهنتي الخاصة بالمستفيدين من منحة البطلة المعنيين بالالتحاق بمراكز التكوين المهني ورح نتكلم فيها على الشعب والتخصصات الخاصة بالتكوين المهني أولا قبل ما نتكلموا على التخصصات نهضروا شوية على الشروط الخاصة بالتكوين 1- مدة التكوين تكون من ثلاثة إلى ستة أشهر كما قلنا في الفيديو السابق أثناء هذه المدة يستفيد المتربص من الملحة بغيت المدها كملاحظة فقط 2- المتربص لا يجب عليه التغيب دون مبرر 3- كل مستوى دراسي عنده تخصصات متاحة يتم إرسال أسماء المستفيدين من الملحة من مديريات التشغيل إلى مديريات التكوين المهني وذلك للالتحاق بمراكز التكوين لمباشر التربص وذلك كل يوم الخامس من كل شهر مع أن الشعب والتخصصات المتاحة للمعنيين كما هو موضح في الصورة في الفيديو هذا دليل التكوين التأهيلي الأولي أو التكوين التأهيلي الأولية كان شعبة الفلاحة الفنون والصناعات المطبعية الحرف التقليدية الخشب والتأثيث البناء والأشغال العمومية الكيميا الصناعية والبلاثيكية الإنشاءات المعدنية الصناعات الجلدية الكهرباء الإلكترونيك تقوية الفندق الإتعام السياحة صناعات الأغذية الزراعية الصناعات التغطية المعلوماتية الرقمية والاتصال مهن البيئة والمياه ميكانيك المحركات والآلات تقنيات للإدارة والتسير تقنيات السمع البصري النسيج والالبيسع شعب وكل شعبة من الشعب عندها تخصصات كما نلاحظوا وفي هذا الفيديو لا نستطيع أن نشرح كل تخصصات الشعب اخترنا شعبة الحرف التقليدية وماذا فيها من تخصصات سنقرأوا مع بعض شعبة الحرف التقليدية فيها تخصص النقش على الخشب تخصص الحدادة الفنية تخصص النقش على الجبس تخصص صناعة خزافة تخصص فخار تخصص نسيج التقليلي تخصص نحاسيات تخصص سلالة تخصص النقش على الرخام والحجر تخصص صناعة الحلية التقليلي تخصص الطرز إلى غير ذلك كما هو مبين في الصورة عند إرسال استدعائي للمستفيد من المنحة يجب عليه التواصل مع المؤسسات التكوينية في أجل أقصى 72 ساعة وفي حال تعدم الالتحاق يبلغ المطار الشح باستدعاء يبلغ المطار الشح باستدعاء ثاني وفي حال تعدم الاستجابة لهذا الاستدعاء بعد 48 ساعة تلغى منه المنحة وليكن في علم المستفيدين أن وكالات التشغيل لن تضمن مناصب عمل لكل المستفيدين لأنها تتماشى وسوق العمل أما طريقة التسجيل في المنصة الرقمية قمية معنة لتمكين المتربسين من الاستفادة من شهادة التأهيل أولي كما هو موضح أمامكم في الفيديو ترجمة نانسي قنقر 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 المناصب البيداغوجية المتوفرة في المؤسسات التكوينية حسب القوائم الاسمية المرسلة مع التخصصات الموجودة وذلك حسب المستوى الدراسي لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر